هل العقيدة المهدوية وردت في كتاب الله عز وجل أم لا؟ هل ذكر المهدي نطقت به آيات الله عز وجل أم لا؟ فالإجابة على هذا السؤال لا تكون إلا عند العترة عند الأئمة من أهل البيت فإذا رجعنا إليهم نعرف جواب هذا السؤال وكذا سائر الأسئلة الأخرى المتعلقة بكتاب الله العزيز ومعانيه لاحظوا هنا مسألة مهمة قد يقول قائل أن التفسير الذي يأتي به الإمام من أهل البيت مثلا لآية ما قد لا نكون ملزومين بالأخذ به لماذا؟ لأنه قد يكون خاطئا إنه اجتهادهم يعني مثلا نفرض أنه قد صح عندنا الخبر عن أحد يا إمة أهل البيت وليكن الإمام الخامس مثلا محمد بن علي الباقر صلوات الله عليه في أنه فسر آية ما بهذا التفسير وقال هذا هو مراد الله من هذه الآية وجدنا في قباله مثلا تفسيرات أخرى لآخرين فتوهمنا أو ظننا أن تلك التفاسير قد تكون أقرب إلى الواقع أقرب إلى الحق فأخذنا بها وتركنا تفسير الإمام الباقر وقلنا هو اجتهاده وقد يكون مخطئا فيه فأي موجب لتعيين هذا التفسير بحد ذاته دون تلك التفاسير كلهم علماء كلهم صلحاء ولهم اجتهاداتهم فما المانع أن نأخذ من أهل البيت ونأخذ من غيرهم ونرد كلام أهل البيت الجواب على هذه المسألة من شقين أولا يفترض أن لا يسأل هذا السؤال أصلا ولا يعترض بهذا الاعتراض أصلا بعدما تبين أن الحجة منحصيرة بأهل البيت دون غيرهم يعني نحن محجوجون بهم ملزومون بهم لا بغيرهم بدلالة حديث الثقلين حديث الثقلين لم يجعل حجة لغير الكتاب إلا لأهل البيت لم يجعل حجة لغيرهم فما الذي يدعونا إلى الأخذ بكلام غيرهم وترك كلامهم هذا يكون كفرا بما نطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وردا عليه أشق الثاني من الجواب أن هذا القائل بأن تفسيرا ما من تفاسير أهل البيت قد يكون نابعا من اجتهاد وبالتالي قد يكون صاحبه مصيبا في اجتهاده أو مخطئا في اجتهاده هذا القائل غافل عما قاله النبي صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين من عدم افتراق الكتاب عن العترة ولا العترة عن الكتاب سؤال أنا الآن آتي أفسر آية من كتاب الله أبذل جهدي في ذلك فأتوصل باجتهادي إلى أن هذا هو المعنى هذا المعنى الذي أطرحه أنا قد يكون موافقا للحق وقد لا يكون قد أكون مصيبا فيه وقد أكون مخطئا إذا أصبت فأنا موافق للكتاب يعني الله أنزل آية لها معنى معين صحيح إذا أصبت في هذا التفسير فأنا إذن مع الكتاب إذا أخطأت ولو عن عذر لأنه هذا مبلغ علمي فلا محالة أكون قد افترقت عن الكتاب لا يوجد فرض ثالث صحيح إما لزمت الكتاب وافقت معنى الكتاب وإما افترقت عن الكتاب بعبارة ثالثة إن الذي يأتي بتفسير اجتهادي يخطئ فيه أو نحتمل أنه قد أخطأ فيه لا محالة يكون قد افترق عن الكتاب لأن الكتاب يتوجه إلى معنى معين وهذا الشخص توجه إلى معنى آخر طرح معنى آخر النبي صلى الله عليه وآله لم يضع هذا الاحتمال البتة احتمالية أن يفترق الأئمة من عترته عن الكتاب لم يطرح البتة لم يحتمله البتة بل أكد على نحو التأبيد أن العترة عترته الطاهرة لن تفترق عن الكتاب قال وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ أَنْبَأَنِي يعني من الله يعني هذا حديث قدسي الله يقول عترتك يا محمد لن تفترق عن الكتاب وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ أَنْبَأَنِي أَنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضِ يعني إلى يوم القيامة لأنه في يوم القيامة الخلاء اقترد على النبي صلى الله عليه وآله حوضه وبناء على هذا فلابد أن نلتزم أنه إذا جاءنا الخبر عن إمام من أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم في تفسير آية ما فلابد أن يكون هذا الذي نلتزمه ونقول به وندين الله عز وجل به لأن إذا رددناه واحتملنا أو جوزنا أن يكون الإمام هذا من أئمة أهل البيت قد أخطأ في هذا التفسير فمعنى ذلك أنه قد افترق عن الكتاب وهذا معناه الكفر بما جاء به رسول الله وما نقله عن الله الله يضمن إن اللطيف الخبير أنبأني أنهما لن يتفرقا حتى يردى علي الحوض وأنا أفرق بينهما أي جناية أرتكب فإذا كل ما قام عليه الدليل أنه من تفسير أهل البيت عليه السلام للآيات القرآنية لا بد أن يكون هو الصحيح هو الصواب لاحتمالا للخطأ فيه ولا بد أن يكون هو المراد من الله عز وجل في هذه الآيات وهذا هو معنى العصمة أي أن الله عز وجل يعصمهم من الخطأ ترجمة نانسي قنقر